بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي فضائية العراق التربوية في ربوع عراق أنا الغالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس جديد من دروس الرياضيات للصف الرابع العلمي ووصلنا بكم في الدرس الماضي إلى مصطلحات العلاقة الذهبية التي تربط الساين مع الكوساين واتفقنا بأن الساين يمثل مقابل زاوية على وترها والكوساين يساوي المجاور على الوتر والتان يساوي المقابل على المجاور واتفقنا في نهاية الدرس على أن الساين تربيع أي زاوية زائد كوساين تربيع نفس الزاوية يساوي واحد قانون مهم ومهم جدا وسوف نسميها القاعدة الذهبية وكذلك أن التان الزاوية بالإضافة إلى أنه مقابل على مجاور هذه الزاوية إلا أنه يساوي أيضا ساين الزاوية على كوساين نفس الزاوية إذن من خلال هاتين المعلومتين كيف يتم تطوير معلوماتنا في مجال حساب المثلثات إذن أعزائي الزاوية التي قياسها خمسة وأربعين درجة كيف يتم حساب ساين هذه الزاوية وكوساين الخمسة وأربعين درجة والتان خمسة وأربعين درجة إذن إليكم الطريقة لإيجاد هذه المطاهيم أولا أعزائي نرسم مثلث ABC قائم الزاوية في B وإحدى زوايا خمسة وأربعين درجة إذن لابد أن تكون الزاوية الأخرى هي خمسة وأربعين درجة لماذا؟ لأن مجموع زوايا المثلث مية وثمانين درجة إحدى هذه الزوايا تسعين درجة لابد أن مجموع الزاويتين المتبقيتين تسعين درجة أيضا ولأن أحدهما خمسة وأربعين درجة فلابد أن تكون الأخرى هي خمسة وأربعين درجة أيضا إذن لنرسم معا هذا المثلث إذن ABC القائم الزاوية في B إذن هذه الزاوية تسعين درجة هذه الزاوية خمسة وأربعين درجة وهذه الزاوية أيضا خمسة وأربعين درجة طيب لأن المثلث مرسوم أمامكم سوف نفرض كل من الظلعين القائمين طوله L ستختار أنت غير حرف سمي K سمي M سمي Z بكيفك إذن بما أن الزاويتين خمسة وأربعين درجة فلابد أن هذا المثلث القائم الزاوية هو متساوي الساقين ولأنه متساوي الساقين إذن خلي أفرض كل من الضلعين القائمين هم ساقين إذن كل واحد منهم رح يكون طوله L إذا كان هذا L وهذا L والمثلث قائم الزاوية أقدر أحسب طول الضلع يسيله وما أقدر واضح جدا إذا ردت أستخدم فيداغورس مبرهنة فيداغورس تقول لي مربع الوتر يساوي مجموع مربع أي الضلعين القائمين يعني شنو معناها؟ يعني AC تربيع يساوي AB تربيع زائد BC تربيع بعبارة أخرى أن AC تربيع يساوي L تربيع زائد L تربيع إذن لنجري هذه العملية إذن L تربيع زائد L تربيع يساوي 2L تربيع فإذا كان الـ AC تربيع يساوي 2L تربيع إذن معناها الـ AC لوحدها بجذر الطرفين الثنين تبقى تحت الجذر وجذر الـ L تربيع هو L إذن أصبح لدينا طول الضلع AC هو جذر 2L وبمجرد تثبيت هذه القيمة على المثلث بإمكاننا أن نستفيد من النسب المثلثية التي تعرفنا عليها في الدرس الماضي الساين منه هو مقابل على الوتر الكوساين مجاور على الوتر التان المقابل على المجاور سوف نأخذ إحدى الزاويتين خلي أخذ هذه الزاوية مقابل هذه الزاوية L ومجاورها L ووترها جذر 2L إذن الساين إيش راح يساوي الساين يساوي مقابل على الوتر إذن L على جذر 2L بمجرد اختصار الـ L مع الـ L إذن الجواب 1 على جذر 2L إذن أريد تحفظ اليوم بأن الساين 45 درجة تساوي 1 على جذر 2L زيان بعد الكوساين شي ساوي راح يساوي المجاور على الوتر يعني راح يصير L على جذر 2L بنفس الكيفية تماما الـ L مع الـ L يتم اختصاره إذن 1 على جذر 2L إذن اليوم أريدك تحفظ بأن كوساين 45 درجة تساوي 1 على جذر 2L بعد أريد منك التان 45 درجة عندك طريقين تريد تقول لي التان يساوي المقابل على المجاور اللي هو L على L ويساوي 1 صح تريد تقول لي التان الـ 45 يساوي ساين 45 درجة على كوساين 45 درجة 1 على جذر 2 على 1 على جذر 2 أي عدد على نفسه يساوي 1 إذن هنا الطريقة الأولى بأن تان 45 درجة يساوي 1 إذن لحد الآن أريد منك هذه المعلومة تبطى بالك وأبد ما تنساها من يجيك سؤال أقول لك ساين 45 درجة رأساً تقول لي 1 على جذر 2L كوساين 45 درجة مباشرةً تقول 1 على جذر 2L تان 45 درجة مباشرةً راح تقول 1L صراحة تقول لي لا تعالى الحشي اللي حشيتها وأنا أستفيد منه إذا إجاك سؤال بالامتحان يقول لك اثبت أن ركزوا إياي اثبت أن ساين 45 درجة يساوي 1 على جذر 2 إذن لازم تسوي هذا الحشي اللي موجود أمامك تأخذ مثلت قائم الزاوية ومتساوي الساقين زوايا 90 درجة 45 ب45 تفرض الضلعين القائمين A وبعدين تستخدم هذا الأسلوب زي رح تقول لي إذا زوايا أخرى أقدر أحسب الساين والكوسان مالة إي إجيك سؤال أقول لك إجقد ساين 30 درجة إجقد كوسان 60 درجة إجقد تان 30 درجة إذن تعالوا إيايه خلي نتعلم نحسب النسب المثلثية للزوايا 30 درجة و 60 درجة ولعل ما يميز هاتين الزاويتين بأن مجموعهما 90 درجة إذن أعزائي طريقة الإثبات تختلف قليلا عن الطريقة السابقة هنا نرسم مثلث متساوي الأضلاع طول كل ظلع منه 2L قبل شوية بال45 درجة سوينا رسمنا مثلث قائم الزاوية و متساوي السابقة هسه شرح أرسم مثلث متساوي الأضلاع طول كل ظلع منه 2L الصراحة تقول لي هذر 2L ليش ليش ما أسميها L ممكن سميها L ولكن في المثلث متساوي الأضلاع اللي هو أيضاً يعد مثلث متساوي الساقين فهذا الـ 2L على مود يصير عندك L بالحسابات تكون سهلة وإلا يجي طالب يقول لا أنا أريد أسمي طول الظلع L أقول لي يصير ولكن من راح أتقسمه راح يصير هنا راح يصير نصف L بالنصف L والتعامل مع الكسور يكون أصعب قليلاً لذلك هنا راح أجي أفرط طول الظلع 2L لأن المثلث متساوي الأضلاع اتفقنا بأن مجموع زوايا المثلث 180 درجة لأن المثلث متساوي الأضلاع فإن زواياه متساوية 180 درجة تقسيم 63 درجة إذن بالتأكيد كل زاوية من زواياه 60 درجة إذن صار عندي 2L وهذا 2L وهذا أيضاً 2L ولكن راح أقيم العمود النازل من رأس المثلث على القاعدة راح ينصف القاعدة إلى قسمين متساوين إذن معناها سيكون مايلي نرسم الأيدي عمودي على البيسي إذن من أي راح أجي أرسم الأيدي عمودي على البيسي ما الذي سوف نحصل عليه إذن صار عندي هذا الارتفاع اللي راح أسميه H وأطي أي اسم كيفك راح يقسم للقاعدة إلى قسمين متساوين القاعدة العامة أعزائي العمود النازل من رأس مثلث متساوي الساقين على القاعدة ينصفها وبعد وينصف زاوية الرأس إذن هنا زاوية الرأس هي 60 درجة راح أصير 30 درجة بـ 30 درجة إذن لاحظ ما الذي سوف نحصل عليه هذه هي نقطة D وزاوية الرأس صارت 30 درجة بـ 30 درجة بعد الآن صار عندي هذا مثلث قائم الزاوية وصار عندي هذا مثلث قائم الزاوية اختر أي من المثلثين راح نستخدم مبرهنة في ذا غورس عندي هذا الظلع معلوم وهذا الظلع معلوم راح نطبق في ذا غورس راح أجي أستخرج طول الظلع أيدي مربع الوتر يساوي مجموع مربعي الظلعين القائمين إذن باستخدام مبرهنة في ذا غورس ايش راح يصير عندي راح يكون عندي هذا الأيدي خلي أسميه أج يعني مربع الوتار راح يصير أربعة أيل تربيع يساوي مجموع مربعي الظلعين القائمين أيل تربيع زائد أش تربيع إذن معناها الأش تربيع هذا ايش راح يساوي يساوي ثلاثة أيل تربيع بجذر الطرفين إذن الأش يساوي جذر ثلاثة أيل إذن دشوفي هنا الأيدي هو جذر ثلاثة أيل صار عندي الأيدي معلوم إذن معناها من خلال استخدام النسب المثلثية التي تم ذكرها مرارا وتكرارا سوف نحسب النسب المثلثية للزوايا ثلاثين وستين درجة بالنسبة للزاوية ستين درجة الجذر ثلاثة أيل يمثل مقابل الأيل يمثل مجاور والاثنين أيل يمثل الوتر بالنسبة إلى الزاوية ثلاثين المقابل هو أيل والمجاور هو جذر ثلاثة أيل والوتر هو اثنين أيل إذن ما هو الوتر؟ في كل الأحوال الوتر هو الظلع المقابل للزاوية القائمة وهو أطول أضلاع المثلث أموما إذن سوف نستفيد من هذه الملاحظات ساين ثلاثين درجة مقابل على الوتر أيل على اثنين أيل واحد على اثنين إذن ساين ثلاثين درجة يساوي نص إذن دا شوف إياي الساين هو مقابل على الوتر إذن صار أيل على اثنين أيل كوساين ثلاثين درجة رح يساوي المجاور على الوتر إذن رح يكون جذر ثلاثة أيل على 2L يعني معناها جذر 3 على 2 كما تشاهد الآن وسين الستين درجة لاحظ هذه الستين درجة مقابلها جذر 3L وترى ها 2L إذن رح يكون جذر 3 على 2 وبنفس الترتيب تماما كوسين 30 درجة جذر 3 على 2 وبعد شنو عندي وكوسين 60 درجة تساوي 1 على 2 ما الذي نلاحظه من خلال هذه النتائج بأن سين 30 درجة يساوي كوسين 60 درجة كوسين 30 درجة يساوي سين 60 درجة لأن هنا يكون تبادل بالمراكز بين المقابل والمجاور الوتر هو نفسه مقابل لـ 30 درجة هو نفسه شنو هو نفسه مجاور لـ 60 درجة جذر 3L على 2L اللي هو جذر 3 إذن هذه النسب المثلثية يجب إتقانها بشكل كامل إذن نلاحظ أن السين 30 درجة تساوي كوسين 60 درجة اللي هو نصف كوسين 30 درجة هو نفسه سين 60 درجة اللي هو جذر 3L على 2L أي أن الجيب هنا من أقول لك جيب أقصد بيه الساين ومن أقول لك الجيب تمام أقصد بيه الكوسين إذن جيب أحدهما يساوي جيب تمام الأخرى وبالعكس وبصورة عامة إذا كانت كيو زاوية حادة فإن قياس متممتها يكون هو الزاوية 90 ناقص كيو إذن هنا أريد أسأل فياك على أمر مهم وعليك التركيز ما هي المتممة؟ ما هي الزاويتان المتتمتان؟ اللتان يكون مجموعهما 90 درجة إذن متممة لكيو هي 90 ناقص كيو متممة لثلاثين درجة هي ستين درجة تسعين ناقص ثلاثين درجة متممة لستين درجة هي تسعين ناقص ستين درجة اللي هي ثلاثين درجة إذن ساين الثلاثين درجة تساوي كوسين متممتها اللي هي كوسين ستين درجة وبالعكس إذن أعزائي بعد أن أتممنا هذا الأمر إذن سين تسعين ناقص كيو يساوي كوسين كيو وكوسين تسعين ناقص كيو يساوي سين كيو يعني أسئلك سؤال أقول لك سين تلاثين درجة تساوي كوسين فراغ تقول لي الفراغ ستين درجة ليش؟ لأن تسعين ناقص تلاثين ستين أقول لك كوسين عشرين درجة مثلا كوسين عشرين درجة تساوي سين فراغ تقول لي الفراغ هو سبعين درجة ليش؟ تسعين ناقص عشرين إذن قانون أيضا حفظة تشوف القوانين تجيك بشكل متتابع وتحتاج إلى ربط هذه القوانين معا لحل عدد من الأسئلة إذن سين تسعين ناقص كيو تساوي كوسين متممتها اللي هو كيو وكوسين تسعين ناقص كيو يساوي سين كيو وهذين القانونين مهمين جدا جدا إذن الزاويتان ثلاثين درجة وستين درجة أكيد متتامتان ليش؟ لأن مجموعهما تسعين درجة أيضا الخمسة واربعين انت شفت سين الخمسة واربعين درجة هو نفسك سين الخمسة واربعين درجة أيضا هنا تعتبر متتامتان لأن مجموعهما تسعين درجة والخلاصة لما تحدثنا عنه سين أي زاوية المقابل على الوتر لهذه الزاوية كوسين أي زاوية يساوي المجاور على الوتر لهذه الزاوية تان أي زاوية يساوي المقابل على المجاور لهذه الزاوية أو سين الزاوية على كوسين نفس الزاوية بعد القاعدة الذهبية سين تربيع أي زاوية زائد كوسين تربيع نفس الزاوية يساوي واحد سين تسعين ناقص كيو يساوي كوسين كيو والعكس إذن كوسين تسعين ناقص كيو يساوي سين كيو إذن سين أي زاوية حادة يساوي كوسين متممتها وكوسين أي زاوية حادة يساوي ساين متممتها وساين 30 درجة تساوي كوسين 60 درجة وتساوي نصف كوسين 30 درجة تساوي ساين 60 درجة اللي هي جذر 3 على 2 وساين وكوسين 45 درجة واحد على جذر 2 إذا تريد تحسب التان لهذه الزوايا فالتان هو ساين على كوسين نفس الزاوية إذن أعزائي هذه الخلاصة تكتب على ورقة وتحفظ بشكل جيد ويتم مراجعتها بشكل دوري لأن كل هذه القوانين أو جزء منها سوف نحتاجها في حل الأسئلة القادمة ما الذي تعرفه عن دائرة الوحدة؟ عندما أقول لك دائرة سوف يكون في ذهنك رسم الدائرة عندما أقول دائرة الوحدة سوف أرسم هذه الدائرة على المستوى الإحداثي بحيث أن مركزها هو نقطة الأصل ونصف قطرها وحدة طول واحدة هنا سوف تسمى هذه الدائرة بدائرة الوحدة دا شوف هذا محور السينات X axis هذا محور الصادات Y axis مركزها نقطة الأصل نصف قطرها وحدة طول واحدة إذن هذه تسمى دائرة الوحدة جيد شرح أستفيد من دائرة الوحدة أعزائي خلينا نقرأوا ياكم النقطة المثلثية لزاوية في الشكل المقابل إذن زاوية A O B إذن A O B تحدثنا في مناسبة سابقة القياس الزاوية الموجهة بالوضع القياسي رأسها نقطة الأصل الضلع الابتدائي يقع على محور السينات الموجب إذن هذه زاوية هذه الزاوية Q هذه الزاوية Q النقطة هذه النقطة B اللي هي X Y تسمى نقطة مثلثية احفظوا إياها هذه المصطلحات إذن النقطة المثلثية للزاوية وهي الزاوية موجهة في الوضع القياسي بنقطة تقاطع الضلع النهائي مع دائرة الوحدة إذن معناها الساين Q يساوي Y على 1 كوسين Q يساوي X على 1 إذن الساين يساوي Y والكوسين يساوي X لاحظي يقول لي ماذا يجب sondern نحن مو اتفقنا الساين يساوي المقابل على الوتار تقول لي مو اتفقنا الكوسين يساوي المجاور على الوتار أكيد اتفقنا سمينا هذه دائرة الوحدة ليس سمينها دائرة الوحدة لأن نصب قطرها وحدة طول واحدة هذه النقطة المثلثية اللي موجودة أمامك من شكلة مثلث قائم الزاوية إذن هنا شكلت مثلث قائم الزاوية بهذه الصورة الوتر طوله واحد لأن يمثل نصب قطر تلك الدائرة بالنسبة للزاوية كيو هذا الواي يمثل مقابل وهذا الأكس يمثل مجاور زيان ساين الكيو منوة ساين الكيو يساوي المقابل على الوتر معنها واي على واحد اللي هو واي زيان كوساين كيو شي يساوي يساوي مجاور على الوتر يعني أكس على واحد اللي هو أكس إذن أصبحت هذه النقطة المثلثية المسقط الأول لها الأكس يمثل كوساين كيو والمسقط الثاني لها الواي يمثل الساين كيو إذن أي نقطة مثلثية تمثل كوساين كيو ساين كيو زياني ما سأستفيد من هذا الكلام سأجي أتعامل مع الأرباع الأربعة وقبل ما أجي أفصل هذا الأمر أعزائي أريد أشير إليك إلى أمر مهم جدا بأن هذه النقطة المثلثية من أجي أقول لك نقطة مثلثية على سبيل المثال هي واحد على جذر اثنيا واحد على جذر اثنيا يعني معناه هناك زاوية الكوساين ما لتها واحد على جذر اثنيا والساين أيضا واحد على جذر اثنيا أكيد رح تقول لي هذه الزاوية هي 45 درجة إذن بعد ما تعرفنا على دائرة الوحدة أعزائي أريد أتحدث وياك عن الأرباع الأربعة أنا عندي ساين وعندي كوساين وعندي تان من بين نسب مثلثية سوف تتعلم نسب أخرى في مراحل الدراسة السابقة وفي المستقبل القريب رح نأخذ الكوتان رح نأخذ السيكنت رح نأخذ الكوسيكنت ولكن اليوم أنا رح أتحدث وياك عن ثلاث نسب مثلثية ساين وكوساين وطان إشارات هذه النسب الثلاثة في الأرباع الأربعة هذا هو ربع أول هذا هو ربع ثاني هذا هو ربع ثالث هذا هو ربع رابع إشارات النسب المثلثية في الأرباع الأربعة الربع الأول الكل موجب الساين والكوساين وطان الربع الثاني الساين موجب يعني معناها الكوساين والتان سالبين الربع الثالث الساين والكوساين سالبين والتان موجب والربع الرابع يكون الكوساين فقط موجب يعني معناها الساين والتان سالب أريدك تحفظ وياي هذه الكلمة أستك إذن هنا كلمة أستك هنا أهل اللغة الإنجليزية ربما يقولون لا توجد لنا كلمة في القاموس تترجم كلمة استك لكن في الرياضيات نعم توجد إذن هنا كلمة استك الربع الأول all موجب الربع الثاني الساين موجب الربع الثالث يكون التان موجب الربع الرابع الكوساين موجب طرق التعبير عن الزوايا في الأرباع الأربعة الربع الأول هي الزاوية نفسها زاوية حادة الربع الثاني 180 درجة ناقص هذه الزاوية الربع الثالث 180 درجة زائد هذه الزاوية والربع الرابع 360 درجة ناقص هذه الزاوية إذا وجدت زاوية ليست 30 ولا 60 ولا 45 درجة زاوية لا تقع في الربع الأول يمكن التعبير عن الزاوية التي تقع في الأربع الثاني والثالث والرابع بدلالة الربع الأول من خلال قوانين موجودة أمامك وسوف يتم تفصيل هذه القوانين في الدرس القادم إن شاء الله والاستفادة منها إلى ذلك الحين أعزائي نستودعكم بأمان الله وحظة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة